بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبي مع فيديو جديد من فيديوهات مادة الاي سي تي معاكم مستر اسامة يوسف وان شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض الدرس الثامن والاخير من منهج الاي سي تي بعنوان creating a powerpoint presentation قبل ما نبدأ لو دي اول مرة تشوف القناة ياريت اعملوا سبسكرايب في القناة وتفعالوا الجرس عشان يجي لكم كل الفيديوهات الجديدة ولو عجبكم الفيديو ما تحرموناش من اللايك الجميل والكومنت اللطيف واعملوا شير لكل اسحابكم يلا بينا نبدأ درسنا يلا بينا الدرس بتاعنا النهاردة بيتكلم عن ال powerpoint وازاي ان احنا نعمل powerpoint presentation وايه كل الخطوات وايه الحاجات اللي احنا نراعيها وناخد بالنا منها لما نيجي نعمل presentation بيقول لي هنا في الاول يونو كون يوز مايكروسوفت powerpoint لطو كريت برزنتيشن ذات انكلود تكست انيميشن اميجز اند اسبشيال افجيس يعني انا ممكن اعمل عن طريق برنامج الباوربوينت ده اقدر اعمل والبريزنتيشن دي مش بيكون فيها تكست بس ده ممكن يكون فيها تكست وانيميشن وايميجز وكمان special effects زي ما هنشوف كمان شوائد بيقول لي steps to create a presentation using powerpoint ايه الخطوات بقى اللي همشى عليها عشان اcreate presentation ببرنامج الpowerpoint اول حاجة بيقول لي click on the powerpoint icon on your computer بندخل نشوف الايكون بتاعت الpowerpoint على الكمبيوتر وبندغط عليها بعد كده then click on blank presentation لما بنضغط على الايكون بتاعت الpowerpoint بيفتح لي برنامج الpowerpoint واول ما بيفتح لي بيظهر لي حاجة زي كده يقول لي الpowerpoint بتاعتك انت عايز تشتغل على ايه بقى على blank presentation يعني حاجة فاضية خالص وانت اللي تشكلها بقى وتعمل presentation من عندك ولا تختار اه يعني زي template كده موجودة وتقدر تأدت وتعدل فيها فانا هنا هقول له لا انا عايز اختار blank presentation اللي هي دي فهضغط هنا على blank presentation كده بحيس ان هو يفتح لي ايه صفحة اه او صفحة powerpoint سلايد يعني تكون فاضية وابدأ ان انا اشتغل عليها من البداية خالص بيقول لي at the top of screen you will see a menu bar with multiple tabs each tab contains a set of tools that you can use to create your presentation في top of screen فوق كده خالص لما نفتح برنامج الباوربوين وهي بالزبط زي برنامج الورد وزي كل البرامج بتاعة مايكروسوفت او معظمها بيبقى موجود فوق كده حاجة اسمها menu bar المينيو بار ده في مجموعة من ال tabs هنشوفهم مع بعض في اكتر من حاجة دلوقتي كل tab من دي فيها مجموعة من التولز او الادوات الخاصة بيها فحنلاقي مسلا في المينيو بار ده tab خاصة بالانيميشن ان هي تعمل لي حركة وموجود في الانيميشن دي التولز الخاصة بالانيميشن حنلاقي حاجة تانية اسمها insert فلما بنضغط عليها فيه tools الخاصة بانزيرت ان انا ادخل حاجات او اعمل ادخال لحاجات للايه للباوربوين وهكذا هنشوفهم مع بعض كمان شوائد بيقول لي you will see a slide that will instruct you to click and type a type يعني مجرد ما بتفتح كده البرنامج الباوربوين وبيزهر لك الشاشة دي فبتختار منها blank presentation طيب لما بضغط على blank presentation بقى ايه اللي بيزهر لي بعد كده بيقول لي you will see a slide بيزهر لك اول slide بقى في الباوربوينت ده وهي يعني صفحة slide دي يعني صفحة فبتظهر لك وبيكون موجود فيها بعض ال instructions كده او ان التعليمات اللي هي بتقول لك هتضغط او هتكتب title بتاع ال presentation دي فيه يعني بالزبط كده بتظهر لك حاجة زي دي دي slide اول slide بتظهر لك في الباوربوينت ففيها بعض ال instructions بتقول لك هنا في الجزء اللي فوق ده click to add title هنا هنكتب title او العنوان بتاع ال presentation وتحت هنا في ال subtitle دي هنكتب بقى ايه هنكتب عنوان فرعي وغالبا اللي هو بيكون ال name او الاسم بتاعنا بتاع ايه الشخص اللي هو بيقدم ال presentation دي اهو بيقول لي هنا use the first slide to name the title يعني استخدم الفرست سلايد اول سلايد بتظهر لك في الباوربوينت كده to name the title عشان تكتب العنوان هنا تكتب التايتل هنا وكمان تكتب ال subtitle of the presentation فطبعا ال subtitle هيتكتب برضو ايه هنا تحت كده شوية بيقول لي in the subtitle books you can also include your name غالبا في ال subtitle books ده ده بنكتب فينا زي احنا ما قلنا بنكتب اسمنا او اسم الشخص اللي هيعمل الايه اللي هيعمل ال presentation هنا بقى بيقول لي كلمة سلايد دي ممكن نكون احنا اول مرة نسمحها او بنسمحها بس في الباوربوينت ايه هي السلايد دي تعريف السلايد ايه فبيقول لي it is a presentation page that contains text and image السلايد دي ببساطة هي صفحة صفحة من الباوربوينت ولكن احنا في الباوربوينت ما بنقولش عليها صفحة او page بنقول عليها سلايد تمام فالسلايد هي عبارة عن presentation page صفحة تمام that contains text and image ممكن يكون موجود فيها text وممكن يكون موجود فيها ايه image بيقول لي on the left side of the screen في الجزء الشمال كده من الشاشة you will see a thumbnail or preview image of each slide you are creating ازاي الكلام ده بالزبط بالشكل ده كده دية بتاعتي ودية الصفحة الاولى اللي احنا شفناها كتبنا هنا فوق كده التايتل او عنوان وكتبنا في التايتل تحت كده اللي هو ال name او اسمنا او اسم الشخص اللي بيقدم البرزنتيشن بيقول لي على الشمال كده on the left side في الجانب الشمال من البرزنتيشن بيبقى موجود subnails اهي دية اسمها subnail او اسمها preview image دية بتعرفني ال content بتاع كل سلايد يعني السلايد الاولى مسلا ده content بتاعها او شايفه من هنا السلايد التانية ده content بتاعه انا قادر اشوفه كده بوضوح من هنا وايه دية السلايد التالتة او الصفحة التالتة من الايه powerpoint فدايما نعرفها ممكن يجينا سؤال في left side او في الجانب الشمال من البرزنتيشن بيكون موجود في subnail او preview image بعد كده بيقول لي click new slide to add another slide to your presentation انا خلاص عايز اضيف سلايد جديدة او صفحة جديدة للبرزنتيشن بتاعتي طب هاضفها ازاي بقى دية قال لك click new slide اضغط على new slide عشان تيجيب لك ايه او يعمل لك slide جديد طب ال new slide دي بجيبها منين بقى يا مستر قال لك بالزبط كده من هوم بنلاقي طبعا ده المنيو ده الشاشة بتاعة برنامج ال powerpoint قلنا في الجزء اللي فوق خالص ده بيكون موجود فيه المنيو بار ده المنيو بار اهوة تمام لو انا ضغطت على هوم او قفت على هوم كده بلاقي موجود في حاجة هنا اسمها new slide لما بضغط على new slide كده بيجيب لي مجموعة من ال options او الاختيارات يقول لي اللي سلايد الجديد اللي انت عايزها دي عايزها بقاني شكل من دولة فانا غالبا بختار بقول له انا عايزها برضو صفحة بيضة فاضية خالص كده وانا اللي هاملاها بالشكل اللي انا ايه اللي انا عايزة يبقى هنا عشان نضيف new slide او slide جديدة للبرزنتيشن بضغط على new slide وده احنا بنجيبها من الايه من قيمة الهوم خلاص كده بعد كده بيقول لي to choose the layout of each slide click the layout icon on the home menu عشان بقى اختار اللي اوت او الشكل بتاع ال slide نفسه ده هغير اللي اوت او اختار اللي اوت منين اللي بتختاره من اللي اوت برضو اللي موجودة في هوم هنا برضو هو دي صفحة او ال slide بتاعت البرزنتيشن باجي على هوم ومن هوم كده بلاقي موجود هنا هو lay out لو ضغطت على اللي اوت ايكون ديت فبتديني برضو مجموعة من ال options تقول انت عايز اللي اوت بتاعك يبقى شكله عامل ازاي فانا اختار بقى اللي اوت او الشكل اللي هو ينسبني انا مثلا اخترت blank فبتظهر لي صفحة فاضية كده وانا بعمل فيها اللي ايه الحاجات اللي انا عايزة خلاص يبقى سواء new slide او سواء lay out دولة بختارهم من فوق من هنا من ايه من ال هوم بضغط على ال هوم في المنيو بار بلاقي موجود في اما new slide هنا هيت او lay out اقدر اختارهم الاتنين من ايه من هو خلاص كده زي الفون بيقول لي adding text طيب انا لو عايز اضيف text بقى للسلايد بتاعتي اضيف text ده ازاي بيقول لي to add text to your slide click on the text box on the screen اضغط على text box اللي موجود فوق برضو في ال screen هو فين ده بقى كده اهو ادي عندي برضو ده ال power point presentation انا عايز add text عايز اضيف text عندي فمن فوق بلاقي فيه insert ومن insert بلاقي موجود فيها حاجة اسمها text box مجرد ما بضغط على text box ده فبيكتب لي ايه اقدر ان انا اكتب اي text انا عايزه بقى في الايه في الايه في ال power point presentation بتاعه فهنا بيقول لي to add text to your slide click on the text box on the screen اضغط على text box. طيب انا ضغط على text box كده ايه اللي هيحصل بعد كده? قال لك لما تضغط على text box بقى choose the font style and the size you would like to use and type your text. خلاص انا ضغطت على text box فبيزهر لي حاجة بالشكل ده كده ده text box اهوت اقدر اختار بقى font type والفونت size حجم الخط بتاعي كبير صغير الكلام ده كله واقدر اختار color بتاعه كمان من هنا تمام? واكتب هنا في البوكس ده في text box ده اكتب اي text بقى انا عايزه اقدر ان انا اكتبه وغير له كل الايه كل الحاجات اللي هي انا محتاجها لون الخط حجم الخط الكلام ده كله اقدر اغيره من هنا. تمام كده يا حبيبي? بيعرفنا كده ازاي ان احنا بنقاد text او بنضيف text للباوربوينت بالزبط كده. بعد كده بيقول لي adding visuals and effects. ازاي نضيف الفيجوالز بقى او الحاجات البصرية اللي هي بتشدنا وبتشد تلفت انتباهي الناس بقى. تعالوا نشوف مع بعض. بيقولي الباوربوينت include numerous visual tools to help make your presentation stand out. باوربوينت ده فيه tools كتيرة جدا. تخلي لي البرزنتيشن بتاعتي ايه stand out وتخليها جزابة كده وتشد الناس لها. فمثلا من ال design. حلاقي اه دي موجود في ايه بقى? design includes design options for each slide including background color. يعني من ال design tab. حلاقي موجود فيه options كتيرة اقدر ان انا اغير منها design. على سبيل المثال ممكن اغير background color. لون background من ايه? من design. فده ممكن سؤال يجي لك. لو عايز اغير background color اغيره منين? اغيره من design. بعد كده draw. برضو في عندي تاب اسمها draw. ديت بيكون موجود فيها drawing tools. كل tools بقى اللي انا ممكن استخدمها ان انا ارسم اي حاجة في الايه? في الباور بوين. دي موجودة طبعا. كمان عندي transitions او الانتقالات. ديت include visual effect to use between each slide. عشان اتلقى من slide لslide تانية. فممكن اخذ اشكال كتيرة بقى موجودة اسمها transitions. اختار منها شكل سطارة شكل زوم شكل كزا. اي شكل من الاشكال اللي هي ايه? ممكن استخدمها في transition من slide لslide تاني. كمان عندي animation. قدية include animated effects for each slide. دي يعني داخل اللي نفسها ممكن اخلي التكست يتحرك بشكل معين. اخلي الصورة تتحرك بشكل معين. فده كله اقدر ان انا اعمله منين بقى? من الانيميشن تاب اللي هي بتبقى موجودة برضو في الباور بوين. بيقول لي فيها حاجة عندنا كمان اسمها slide show. فالslide show ديت makes you decide how you would like to present and time each slide. يعني ديت زي ما احنا شايفين كده في تاب اسمها slide show. من خلالها بقى موجود فيها مجموعة من بتساعدني ان انا ممكن اتحكم في بتاع كل سلايد. وقت كل سلايد ممكن ياخد وقت قد ايه? مسلا بعد عشر ثواني وتقلب لوحدة. فده ممكن اتحكم فيه من السلايد شو كده زي ما انتم شايفين? كمان بيقول لي you can view the presentation by clicking view show icon or F5 key on the keyboard. يعني انا ممكن اشوف بقى بتاعتي كلها ده اخلي يبدأ كده وابدأ اشوفه عن طريق ان انا اضغط على view show او ان انا اضغط على ايه? على F5 من الكيبورد. فتبدأ اللي ايه? اللي سلايد شو يشتغل والبرزنتيشن تبدأ ان هي تتعرض كفول سكرين. تمام كده يا حبايبي? يجي لنا هنا برضو سؤال. يجي يقول لك عشان ان انا to view the presentation you can click on the keyboard. يبنقول له على ايه? F5 على طول. عندنا هنا بقى تعال نشوف inserting pictures ازاي ان احنا ندخل pictures او صور للpowerpoint. فبيقول لي insert pictures click on insert the picture. عشان ادخل صورة للpowerpoint. بضغط على insert. ومن insert بضغط على pictures. فبيديني كده اختيارات يقول لي picture او الصورة اللي انت عايزها تدخلها دي. موجودة فين? على ال device? على الكمبيوتر بتاعك? ولا موجودة online? ولا في stock معين? فانت اختار اللي انت محتاجه من هنا. واقول له اوكي فبيدخلك الصورة ديت في ايه في الpowerpoint. طيب. بعد كده بيقول لي choose options you need. زي ما شوفنا كده نختار ال option او الاختيار اللي احنا محتاجينه. بعد كده بيقول لي once you choose your image. ومجرد ما اخترت الصورة بتاعتك مكانها فين وكده. دراجة is with your mouse into the slide. تقدر بقى تسحب او تعمل دراج للصورة بتاعتك ديت عن طريق الماوز وتسحبها في ال slide او ايه تحطها في المكان اللي انت ايه محتاج تكون موجودة فيه. بيقول لي كمان you can also insert a picture you created using another program into your presentation. يعني ايه الكلام ده? يعني انا لو عملت صورة ببرنامج البينت مسلا فاقدر ان انا اعمل لها insert وان انا ادخلها هنا ببرنامج الباوربويل. يبقى انا ممكن اعمل صورة ببرنامج البينت وبعد كده اقدر ان انا اعمل لها insert في برنامج الباوربوينت بنفس الطريقة اللي احنا اتكلمنا عليها دي بالظهر. طيب. بيقول لي keep in mind when creating your presentation. يعني خلي بالك من الحاجات دي لما تيجي تعمل بقى presentation. اول حاجة. يعني تجنب ان انت تستخدم بقى كلام كتير تبقى فقرات او براجرافز كتير يا كده مليانة كلام في الباوربوينت. بقدر المستطاع في الباوربوينت بنقلل من الكلام وممكن نضيف ايه اميجز او صور كتير اتعبر عن الكلام اللي احنا عايزين نقول. بيقول لي be sure to use a font size and style that is readable. يعني اتعكد ان حجم الخط او الفونت size اللي بتستخدمه. والstyle او الطيب بتاع الخط نفسه يكون readable. يعني يكون مقروء كويس بوضوح ما بقاش فيه مشكلة. كمان بيقول لي use relevant image instead of text whenever possible. يعني استخدم صور بدل من التكست او من الكلام على قد ما تقدر. لو دارت تشيل تكست كتير وتحط مكانه صورة بتعبر عنه فده طبعا بيكون افضل كتير جدا في الباوربوينت. كمان فيه نوت هنا مهمة بيقول لي practice your presentation in advance be engaging and encourage audience participation. اول حاجة بيقول لي مارس البرزنتيشن دي وحاول تتدرب عليها مقدما قبل ما تيجي تعرضها على حد. اتدرب عليها مع نفسك في البيت كده الاول. ولما تيجي بقى تعرض خلاص مع ناس وتعمل البرزنتيشن قدام ناس. فخليك كده ايه اه يعني متفاعل معاهم وانجيشد معاهم وشجحهم ان هما يشاركوا ان هما يتكلموا معاهم. فبالشكل ده ان شاء الله بتقدر ان انت تعمل نجحة وتبقى يعني ايه متميز في عمل البرزنتيشن. طيب تعالوا بقى مع بعض نحل الاسئلة كده ونشوف ايه الاسئلة ممكن تجينا ازاي في الدرس ده. choose the correct answer number one. a note is a presentation page that contains your tickets and image. احنا قلنا البرزنتيشن page ديه اللي هي طبعا اسمها ايه اسمها سلايت. number two. to add image in the presentation برزة نوعة tab. عشان اضيف image للبرزنتيشن بتاعت بضغط على ايه. بضغط على insert. insert يعني ادخال. فلو عايز ادخل صورة للpowerpoint بضغط على insert. number three. you can also add your name in the نوعة section and write the information in the text box. انا بضيف اسمي بقى بكتب اسمي فين في البرزنتيشن. قلنا في اول سلايت خالص بيبقى فيه تايتل وسبتايتل. التايتل ده بنكتب فيه التايتل او عنوان البرزنتيشن. والسبتايتل ده هو اللي بنكتب فيه ايه? هو اللي بنكتب فيه اسمنا. يبقى الاسمنا او يور نيم اسمك بيتكتب فين في السبتايت. طيب true or false? powerpoint is used to design presentation with text only. لأ فولس طبعا لان انا ممكن استخدم text وممكن اتخدم image كمان في عمل البرزنتيشن. number two you can specify the way you want to display the slides and set a time for each slide. طبعا ده true. وعرفنا ده ان احنا ممكن نعمله من السلايت شو. number three on the left side of the powerpoint screen you will see a preview of each slide. احنا قلنا في left side في الجانب الشمال من البرزنتيشن. ده بيكون موجود كده ايه? بيكون فيه اه بريفيو او بيكون فيه بتعرض لي اللي هي بتبقى موجودة. فهنا الاجابة ده هتبقى ايه? هتبقى true. number four powerpoint provides mini design option for each slide include background color. طبعا ايه? true. ونقدر ان احنا نغير ال backround color ده من الايه? من ال design tab او من ال options اللي موجودة في ال design. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تحرموناش من اللايك الجميل والكومنت اللطيف واعملوا شير لكل اسحابكم. بتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. ان شاء الله. شكرا